هاي جماعة الجزء التالي من حلقات السفر ازاي بدأت اسافر وازاي بدأت تحوش وازاي خط خطوص السفر وازاي بقيت معي وإقامة المكسيك وازاي هبتدي اسافر العالم انا وجوزي قديم فيديو النواردة جايقلكم كل التفاصيل واضبك التفاصيل من تنسوش تتفرجوا على اول حلقة في الجزء الاول وبقية الحلقات اللي جاية فحالا تعملوا سبسكرايب اشتراك بوك كناة وتفعل جرز الاشارات عشان نوصل لكم كل الفيديوهات الجاية عن السفر كلمتوا في الفيديو اللي فات ازاي بدأت اسافر وازاي اخدت خطوة اي السفر انا كنت واحدة زيكم كده بالضبط بفتح الموبايل بقعد اتفرج على جروبات السفر وقعد اقول اه انا نفسي الناس دي كلها بتسافر انا كمان نفسي اسافر وحقق حلمي الفرق ما بيني وما بينكم ان انا كنت خط الخطوة وان انا فعلا كنت اقدي قرار انتوا بس بتعودوا تفتحوا الموبايل وتتمنوا بس ما بتاخدوش اكشن انا الفرق ما بينيه منكم لانا اخدت اكشن بدأت ااخد خطوات صغيرة وصلت للخطوات الكبيرة انتوا حطين يعنيكم على الهدف الكبير ان انا نفسي الاف واسافر كل العالم لا احنا بنعملها خطوة خطوة الاول بدأت اسافر في بلاك جوة مصر وتفتح وتعرف على ايه اجانب موجودين في بلدي لغاية ما بدأت اسافر تركيا وبعد تركيا اخدت القرار ان انا لا انا عايزة اسافر برضو واروح اماكن جديدة عايزة اروح في يوروب وعايزة اروح امريكا وعايزة اتفرج اروح جنوب شرق اسيا نفس اروح في اندونيسيا وده فعلا اللي حصل بالصدفة وانا كنت طبعا انا اتكلمت في الحلقة اللي فاتت ان اهم حاجة قبل ما تبدأت سافري لازم يكون معاك حساب بنكي حلو لازم يكون معاك فلازم او لازم يكون معاك فلوس لازم تحوشوا كويس جدا عشان تقدروا تسافروا وتوقوا مغطين نفسكوا كويس جدا والحلقات الجاية هتكلم على حتة حساب البنك وحركات البنك ولازم يكون معاك كام كريدت وايه البنوك اللي تشتركوا فيها وليه وهقولكو على بتاعت السفر وحاجات مهمة جدا لازم تاخدوها بعين الاعتبار قبل ما تسافروا في الحلقات الجاية فشغلوا اوفعلوا جرس الاشعارات دلوقتي بس بعد ما اخدت قرار ان انا اسافر واروح وتفسح في تركيا قلت لا خلاص انا ادمنت الموضوع قوي انا عايزة كل سنة على الاقل اسافر مرة او مرتين في السنة وانا خاصة لانا لما بسافر بعد شهر يعني بعد كتير في المكان لان مش بحب اللي هو السفر اللي هو يومين ثلاثة او اسبوع وارجع انا بحب اقعد وتعرف عن الكلتشر وتعرف عن الناس وعمل صدقات واستكشف كل حاجة لغاية مش بعمل المكان وقول له باي باي وابقى جيلك بعدين فبدأت افكر ان انا عايزة اكسب فلوس اكتر لان طبعا الصفر اكتر او الصفر لاماكن بعيدة اه اه محتاج فلوس اكتر فقلت ايه خلاص نبدأ بقى نشتغل ونحوش ونستثمر كده شوية وكلمت في الحرقات اللي قبل كده ازاي استثمر وازاي اعمل مشاريع صغيرة تجيب لي فلوس اه وتتحول لبيزنس كبير وهسيب لكو اللينك في انتسكريبشون بوكس تتفرجوا على الفيديو ده بعد الفيديو ده فقلت خلاص انا لازم اشتغل بقى كويس جدا واحوش اخدت خطوة السفر برا مصر وخلاص الدنيا يعني عارفين بقى احساس ان هو ايه افكرت العقدة ان لما كنت مثلا بافتح جروب ترافل سكرت واتفرج على الناس وهم بيشوفوا كوباية الشاي التركي على بحيرة ازنجول ولما حققت الحلم ده فعلا ويه شربت كوباية الشاي على بحورة ازنجول فحسيت ان تحقيق الاهداف م ممكن تقدروا تحققوا كل حاجة بس لازم تاخدوا الاكشن وقبل الاكشن يا جماعة لازم تكونوا مخططين لكل اكشن كويس جدا فانا عشان اخد خطوة السفر اكلمنا مليون مرة ان احنا لازم يكون معانا فلوس محترمة كافي السفرية على فكرة السفر مش محتاج ملايين مش محتاج فلوس كتير جدا بس محتاج ان انت تخططي او ان انت تخطط من سفرتك كويس جدا انت عايز تروح فين طيب والمكان ده محتاج رنج قد ايه احنا مش بنقول اللي احنا نروحنا على الفوق تلال خمس نجوم وسبع نجوم احنا بنروح نعود في هاستل بنروح نعود في ايرب بي ام بي بنعود بتشيرينج يعني المكان مش مهم الفكرة ان انتو اه تحققوا هدف وهو هدف السفر وده في حدو زيتو بيحسسكوا لما تعملوا خطوة صغيرة بتحقيق الموضوع ده بيديكم البوش ان انتو بكملوا ويحسسكوا ان انتو قادرين تعملوا ده وانتحقيق الاحنام ممكنة واننا اسافر واستمتع على لو بودجت ان هو ممكن فروحت استثمرت في نفسي اتعلمت اخدت كورسات اشتغلت في مجالي كطبيبة بيطرية كنت باشتغل عدد ساعي كتير جدا عشان اتعلم واروح اتغدى اطبخ لنفسي اتغدى واروح بالليل اشتغل ككوتش عشان اعمل فلوس اكتر واحوش وهكذا بعد كرة قلت لا خلاص انا مش هشتغل لناس انا هشتغل لحسابي فبعملت البزنس الخاص بيا في دهب عملت عيادة خاصة بيا وبدأت اكسب وميزة دهب كمان يا جماعة ان هي فيها اكتيفيتس كتير جدا وانا من الاشخاص اللي بحب الحركة والسفر والتنطيط وكده فكاد بالنسبالي دهب كاني مسافرة بس عايشة بلدي بتكاليف بلدي بمعيشة بلدي عرفت حوش كتير جدا وهقول لكم ازاي كمان حاجات ازاي تحوشوا في السفر يعني انا عادت في دهب فر فري ليه؟ هقول لكم في الحلقات الجاية اولا كلمت عن الموضوع ده قبل كده في حلقات ليه؟ خدت دهب مدينة دهب كمكان استقرر فيه لفترة لان انا عارف ان انا من الاشخاص انهم مبتعدش في المكان فترة طويل انا ممكن اعود سنة سنتين وبعد كده ايه؟ بس في دماغي ان انا الف واروح مكان تاني لان الكرة الارضية يعني كبيرة فانت قلتوا ليه بس قاعدين او حشين نفسكو في مكان واحد احنا عايزين نلف ونمتع نفسنا فاحنا ليه نحبسها في 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 قوضة في في شقة في نفس الشقة دي في نفس العمارة في نفس الشارع في نفس المدينة في نفس الكرة احنا عايزين نلف ونشوف العنم فعملت البزنس الخاص بتاعي في مدينة دهب وبدأت اكسب وحوش واكسب وحوش واكسب وحوش وفي نفس الوقت كنت بيوفر كتير جدا لان كنت واخد ايقامها ببلاش لان كنت بعمل اعمال تطوعية نمعا ما وفي نفس الوقت كانت بتجيب لي فلوس بشكل كإني لإني دكتورة بيترية وهبقى كلمك وهعملكوا حلقة مخصوص عن الشغل التطوعي وإزاي تسافروا وإزاي تسافروا على low cost وبرضو تستمتعوا وتروحوا أماكن جديدة وإزاي الناس نعمل لكم invitation for free فتقعدوا في أماكن ببلاش بس الأماكن دي موجودة في حتة جميلة جدا يعني أي حد يتمنى أن هو يقعد في الأماكن دي فتابعوا الحلقات الجاية عن السفر فما تنسوش تفعلوا بجرس الأشعارات دلوقتي وتشتركوا بالقناة وأنا بستمتع بحياتي بداها وبعمل البيزنس الخاص بتاعي وأنا شايف رأسي دي في البنك بيكبر أزيد من الطبيعي والشغل الخاص بتاعي اللي هو الأونلاين بيكبر بشكل أسرع من الطبيعي فده كله إذاني الثقة بنفسي أن أنا واحدة قد حالي أن أنا واحدة بدأت أحقق أحلامي كان عندي هدف بدأت أحقق واحد في الثاني في الثالث في الرابع وهكذا وبالصدفة وأنا بشتغل كان عندي كلينت لذيذ كان عنده كلبين فكان بيجي للعيادة يكشف على كلابه واللي ما يعرفنيش أنا دكتورة بيترية فكنت فتحت العيادة بتاعتي الخاصة في دهب وبدأت أشتغل شغل برايفت خاص بي يعني مش متأيدة بوقت بقيت بشتغل كفريلانسر لنفسي ولكلينت الاثدارية في الجميل ده أعجب بي وتعرف علي وحب الجدية بتاعتي لأن أنا من الأشخاص اللي هو يعني وكل حاجة كده بحدود مش اللي هو واحدة بتاعت وماذا ما بيقولوا لأ أنا واحدة جدية جدا جدا في حياتي ممكن بتشوفوني أنتوا تاخدوا فكرة غلط عني لأن دايما كل الناس بتاخد عني فكرة غلط بس أعجب بشخصيتي إن أنا شخصية جدية صارمة في الشغل بتاعي فأعجب بي وتقدم لي وبقينا خلاص هو بقى جوزي دلوقتي أدي جوزي هو بريطاني كان عايش في مدينة دهب لأنه هو دكتور نفساني بس أحب يشتغل على الباشون بتاعه هو دلوقتي بشتغل أونلاين حالاته أونلاين من وقت الكورونا ودي كان ميزة الكورونا إن في ناس كتير قدر تتحاول شغلها لأونلاين فده كان حال إن هم يكملوا بعد كده شغلهم أونلاين فأقال خلاص أنا دلوقتي الحالات بتاعتي بقدر أعملها أونلاين هو كان الباشون بتاعه إن هو يتعلم الغصف فأجي مدينة دهب وبدأ يتعلم ياخد الكورسات بتاعت الدايفينغ غير ما بقى دايف انستراكتور وخد كل الكورسات وخلص كل الشهادات بتاعته وبدأ يدرس ففي الوقت ده أتعرف علي وفي الوقت ده أنا كنت بشتغل كطبيبة بيطرية في العيادة الخاصة بي وبعمل الباشون بتاعي بروح الجام بروح أتعلم كايت سيرفنج بروح أعمل سنوركلينغ بروح أستمتع بالطبيعة الخلابة في مدينة دهب فبعد كده بدأ فيه اللينك ما بيننا وبنأنا نتكلم وخدنا قرار لإحنا نرتبط ببعض في خلال ثلاث شهور تعرفنا على بعض بسرعة جدا فهو كان بقاله سنتين عايش في مصر فهو عارف العداية والتقاليد عندنا فهو كان بيحترامها جدا فأخذنا قرار الجواز في خلال ثلاث شهور ويمكن أصلا يعني اللي خلال الموضوع ياخد ثلاث شهور إن الورق بتاعي زواج نصرية من أجنبي هو أخذ بتاع شهرية اللي واحده فإحنا كنا فترة التعارف بتاعتنا يعني اللي بدأنا مع بعض أوكي طايد نشوف طاب نفكر دماغنا مع بعض يتصل بها بتعملي إيه أنا في الجام وأتصل بيه أنا كنت بعمل ضايل فإحنا أشخاص جديدين جدا فدي كتلميزة اللي ما بيننا يعني كل واحد عندك بقشون وهدف ودي حاجة حلوة قوي في الجواز برضو يا جماعة إن ما تبقوش فوق روس بعض إن انتو اللي اتنين عندكو هدف فإنتو بتقومشين الحقيقي الهدف مع بعض بس مش يعني كل واحد عايش الجو بتاعه منفصل مش فوق روس بعض فدي برضو من الحاجات الحلوة إن هو دايما بيقولي أنا مش حاسك يعني ترديشنال قوي ودي كت حاجة حلوة وأنا برضو مش حاسن هو الأجنبي اللي هو قاعد على برات ومش عارف إيه لإن أنا مقبلت شخصية كنا ومستحملش شخصية أنه هو كل شوية صهر ومش عارف إيه لأ أنا مش بتاعت الكلام ده أنا شخصية جدية كل حاجة بوقت بسحب عمرياضة بطبخ أكل أكل البيت بنظف البيت بس خلاص الشغل كل حاجة بطايم ففيه التزام في حياتي فكت عايزة حد ملتزم اللي هيجي حياتي يكون شخص ملتزم وكمان يشاركني الباشون بتاعي فدي برضو من الحاجات الحلوة قوي إنه لازم تسالحوا بعض تفهموا بعض مش لازم نخبي أو ندالي إحنا مين فأنا قلتوله أنا شخصية بحب الصفر بحب الأكتيفتي بحب أتعلم كل شوية حاجة جديدة مش طموحي إن أنا قاعد في مصر فوريفر أنا قاعد هنا في دهب بستمدع بحياتي وبعمل البسنس الخاص بي عشان أزود الإنكم بتاعي وحاوش فلس عشان عايزة أسافر فكان هو بيقولي طب إيه هي النكست ستب بتاعتي قلت له والله أنا كنت عايزة أروح الهند عشان أتعلم يوجا أنا عايزة أمدرسة يوجا إنت من نسبة لك عايز إيه قال لي أنا أنا الباشون بتاعي كله بلغوث فلما هروح أي مكان هروح مكان في أوشان أو في بحر أقدر أخطص فيه فعشان كده اتفقنا إن أنا هو هروح باري في إندونيسيا أقدر أنا أمارس اليوجا وأخذ الكورس اللي أنا عايزة وهو يقدر يروح يعمل دايفنج في حتة جميلة جديدة فيها المانتاز والكرييتشورز اللي هو مكتم بيها وبعد كده فاتحركنا من مدينة دهب لبالي في إندونيسيا وكانت من أجمل الأماكن ومن أجمل الأوقات استمتعنا بوقتنا جدا هنا وروحنا على أساس إن إحنا هنعيش شهرين عادنا تالنشوه ليه لإنه وفرنا فلوس لإن ما كناش بناجل براتول الوقت أنا من الأشخاص زي ما قلت لكم حب أطبخ في البيت محب أعمل أكل هلسي فموفر فلوس مش تالت حاجة برضو إن إندونيسيا مش غالية قوي روحنا السيزون صح الجو كان جميل جدا ما كناش بنوعد في حاجات اللي هي الغالية قوي كنا بنوعد في قوضة بحمام وممكن إحنا جبنا حاجات المطبخ كرة حاجات صغيرة بحيث إن أنا أطبخ في البيت لإن أنا مش بحب الأكل بره عشان أحافظ على اللي يبقتي والجيم أو اليوجا بعملها في البيت وكنت بدرس بعد ما خلصت الكرس اليوجا كنت بدرس اليوجا أونلاين 300 ساعة فده كنت على طول لإما بعمل اليوجا لإما بذاكر اليوجا لإما بطبخ لإما بشتغل الشغل التالي الخاص الأونلاين وهكذا ففي نفس الوقت ما أنا بعمل شغلي وبستمتع بحياتي برضو في قبالي مع جوزي وهو بيعمل حاجات اللي هو بيحبها وأنا بعمل حاجات اللي أنا بحبها في مكان جميل بنشتغل إحنا الاتنين أونلاين ودي ميزة إن أنتوا زي ما قلت لكم في الجزء الأول ولازم تكونوا تشوفتوا الجزء الأول قبل ده كمان قلت لكم كذا مرة إن قبل السفر لازم يتحوشوا فعشان تحوشوا يكون معاكم فلوس لازم تشتغلوا كذا شغلينة فإنتوا لو ناويين تسافروا أنا بالنسبة لي كنت حتى أمل إن أنا أبقى يعني ترافلر أبقى مصافرة فما ينفعش إن أنا أبقى مصافرة مصرر وأنا متأيدة بشغل في بلد معينة فعشان كذا كنت لما كنت بعمل البزنس بتاعي يعني حتى لما عملت البزنس بتاعي كنت معامله على الطاق ضيق بحيث إن أنا حتى في بالي إن أنا ناوي أسافر لونج ترمي أنا مش ناوي أقعد في المكان ده فريفر فكنت بعمل حاجات محدودة بحيث إن أنا وقت ما أصفي أصفي وأصفي وأطلع وسفر بسرعة قاعدنا في بالي استمتاعنا بوقتنا أعملنا الشغل الأونلاين بتاعنا طبعا كنت بعرف من وقت التاني كتابيبة بايتارية أقدر أعمل شغل الأونلاين بتاعي ده البزنس الخاص بيه اللي بيجيب الفلوس في قناة اليوتيوب الإنستجرام أي حاجة من ده يعني قدرت أحول الشغل بتاعي الأونلاين ممكن أنتوا بالنسبة لكم أنتوا بس عايزين تسافروا يوم اثنين تلاتة أسبوع في مكان وترجعوا تاني وده حاجة جميلة جدا يعني مش لازم تبقوا شبهي احنا مش لازم تبقى شبه في بعض الفكرة كلها أنت لازم تكون عارف أنت عايز إيه أنت عايز تسافر شهر شهرين أسبوع أسبوعين يومين ثلاثة وترجع أنت اللي بتختار أو أنت اللي بتختاري أنت عايزة إيه فما تحتيش أحلامك بناءا على حال محد تاني أو أنت بتتفرج علي أه أنا نفسي ألف في العالم أو أسابقا بالشارك بوكن ما يكونش ده هدفك أصلا ممكن تكوني إنت واحدة أو أنت واحد مرتبط بعيلة أو مرتبط بأسرة أو مرتبط بالمكان اللي أنت فيه فإن أنت مش محتاج أو أنت مش محتاجة تسافر وتليه في العالم وتغيبي عن بلدك الفترة دي كلها لأن أنا في الهدف من حلقات السفر أن أنا أسعبكم أن أنتوا تاخدوا الخطوة أن أنتوا تسافروا في هذه الفيديوهات أن أنا أتكلم بالتفصيل بديكم تفصيل التفاصيل بقول لكم خبرتي وأنا عملت إيه عشان أوصل للحاجة دي فأنتوا ممكن تقتضوا بيها أو أن أنا أجيب لكم فكرة في جناتكم وأنتوا بنا أنا عليها تطبقوها على نفسكم طبعا بتعملوا فلتة للكلام بتختاروا الحاجات اللي تنسبكو وتسيبوا الحاجات اللي ما تنسبكوش بس أنا بقول لكم على أساسيات جوهرية تقدار تستفدي بها في استفر ويتفيدك وتغيال لك مجرح حياتك بشكل ما في الصفحة في باقي قطعت لي فرصة من أنا أقعد فور فري شغل فلانتيرينج ودي ميزة استفر برضو لما حد يعرف أنني شخصية بتسافري وقت كثير هتلاقي أن فرص التطوع الأعمال التطوعية أن أنت مكبل متعودي فور فري وساعات بي وفر وجبات بس هيكون معاك الفلوس بتاعت أن أنت تصرفي عليها الحاجات اللي تترك تعمليها بره بس طبعا لو أنا كنت سنجل كنت قبلت بالعروض دي بس أنا عشان مرتبطة بأدي فرفضت العروض دي فدي ميزة استفر استفر بيفتح لكو حاجات كثير جدا لو أنت حابين تفاصيل أكتر عن الفولانتيرينج أو زي بوفر فلوس ومعلمات يعني ديب ديب أو في الموضوع ده هتلاقي سايب لكم لينك على الانستجرام بتاعي تقدروا تحكي زوستيشن نعم الفيديو كول مع بعض نتكلم ونستفسر وتستفسري عن كل حاجة أنت عايزين تعرفوها هتلاقوني الفترة الجاية بس أولوكو في أماكن جديدة وخلفية جديدة مش في البين عندي وهكلمكم إزاي برضو هعملكو فيديو إزاي أنا قبل ما بسافر بجهز نفسي باخد إيه بس بإيه عملنا إيه أنا وأدي لأن أنا محضرين نفسنا لسفر مدة طويلة جدا أربع سنين عنا الأقل هنكون مسافرين فالمتخالين هنبقى مسافرين بشنتتين طب عكشنا وبيتنا وحاجتنا عملنا فيها إيه تقريبا إحنا بعنا كل حاجة فهكلمكم بالتفصيل عن الموضوع ده إحنا أخدنا الخطوة دي إزاي أو عملنا إيه التصرفات اللي إحنا عملناها قبل ما ناخد قرار السفر لمدة طويلة أعملكو فيديو خاص بيها وأكلمكم عن كل التفاصيل إزاي أنا وأدي بنصرف فلوسنا إزاي مين هو اللي بيصرف أنا اللي بصرف في السفر ولا هو اللي بيصرف في السفر إزاي بنعمل كل ده هكلمكم عشان السؤال ده تسألت فيه كتير جدا وبحيث أنا هو شخصي شوية بس هكلمكم فيه بالتفصيل فبرده هنعمل له حلقة خاصة به إزاي أنا وأدي بنعمل مانجينج للفلوس أو الفينانس بتاعينا أتمنى فيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لكو واستفدته من تجربتي في السفر ولو عاجبكم كل فيديو يريد تشارير كل أصحابكو عشان هم كمان يستفيدوا متنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الأشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها عن السفر أو تجربتي في السفر متنسوش تشتركوا بي أو تعملوا سبسكريب للإنستجرام لأن أنا مسافرة إنجلترا لأيامي الجاية وهوريكم بقى حاجات حلوة قوي مش إنجلترا وبس بريطانيا أنا راح إنجلترا وراح أدنبرا وراح سكوتلند راح أقابل أهل جوزي لأول مرة بعد جواز سنة ونص تخلف سنتين راح أقابل أهل جوزي وبعد إنجلترا وبعد بريطانيا هنروح نسافر للمكسيك ونستكشف كل حتة في المكسيك هيبقى في موطعة بصرية جدا كأنك بتسافري معايا لو أنت لسا ما قدرتش تسافري فهتستمتعت بستفر خلال والريلز اللي هنزلها على الإنستجرام ولو عندك أي أسئلة اكتبيني في الكومنتات وأنا هرد عليها وأشوفكم فيديو باي باي اشتركوا في القناة